الومضة الخامسة اكمالا لما تقدم من حديث في الحلقة الماضية في هذه الومضة اسلط الضوء بنحو سريع على براءتنا في واقعنا المعاصر وهذا الموضوع يعود بنا إلى ما تقدم ذكره في الومضة الرابعة من أن عقيدة البراءة لها وجهان وجه ثابت ووجه متحرك في الومضة الخامسة سيكون الحديث بشكل موجز عن الوجه المتحرك عن براءتنا في واقعنا المعاصر إذا إذا أردنا أن ندقق النظر في واقعنا العقائدي المعاصر فإن البراءة في واقعنا على نحوين هناك هناك براءة رحمانية يفترض أن تكون بحسب شرائطي ومضامين ثقافة العترة الطاهرة إنها البراءة المهتدية وهي البراءة المكتملة الأركان فهي براءة فكرية ويترتب عليها براءة عاطفية وعملية وقولية هذه هي البراءة المهتدية هذه هي البراءة المكتملة الأركان إنها البراءة الرحمانية هناك ناطقان ناطق ينطق عن الرحمن وناطق ينطق عن الشيطان ناطق الرحمان يريد منا براءة بهذه المواصفات أما ناطق الشيطان فإنه يضحك علينا ببراءة هي في إطار العاطفة السطحية الساذجة وفي إطار ترديد أقوال ترتبط بإظهار مطاعن أعداء أهل البيت فيما يرتبط بالوجه الثابت من عقيدة البراءة حيث نعود إلى تأريخ العقائدي وليس هناك من ملامسة لواقعنا المعاصر هذه براءة شيطانية أتعلمون لماذا سأبين لكم أولا لأنها براءة منهدمة الأركان الركن الأوثق ليس موجودا فيها إنها البراءة الفكرية البراءة هي فكرية أما مظاهرها العاطفية والعملية والقولية فإنها تأتي في حاشية الموضوع أصل البراءة أن تكون براءة فكرية لأن البراءة الفكرية هي التي تحصن عقولنا وتحصن قلوبنا من أن تخترق بقذارات أعداء أهل البيت بقذارات العيون الكدرة القذرة براءيون يتحدثون عن براءة من سقيفة بني ساعدة ويقولون ما يقولون بألسنتهم من ذكر مطاعنها ومن إظهار لعن أقطابها إلى غير ذلك في الوقت نفسه هم يعبدون عجولا بشرية هم مراجعهم الذين هم غاطسون أهل البيت في منهج فكري ناصبي مفرداته من سقيفة بني ساعدة وفي ضوء ذلك إذا من تقد أحد عجولهم هؤلاء فإنهم سيناصبون المنتقدين عداءا أي براءة هذه يناصبون الذين ينتقدون عجولهم لأنهم غاطسون في قذارات سقيفة بني ساعدة فلأجل عجولهم الذين علموهم عقيدة براءة هي من النوع الشيطاني لو كانت رحمانية لما ناصبوا المدافعين عن عقيدة العترة الطاهرة الأصيلة لما ناصبوهم العداء يناصبون هم العداء لأنهم ينتقدون مراجعهم الثولان الأغبياء هذه عقيدة شيطانية فإنهم جعلوا عجولهم البشرية أعني مراجعهم الأغبياء الثولان الغاطسين في قذارات سقيفة بن ساعد من مراجع النجف وكربلاء إلى أمهات رؤوسهم لأجل هؤلاء يناصبون أولياء أهل البيت الذين يدافعون عن ثقافة العترة الطاهرة يناصبون هم العداء لأجل هذه العجول القذرة لأجل هذه العجول المتقدرة بقذارات النواصب والتي تنشر القذارة في كل مكان يخرج لنا في بعض الأحيان مفردات صحيحة وتأتي منسجمة مع ثقافة العترة الطاهرة المناهج الضالة تنتج في بعض الأحيان نتائج صحيحة تنتج مفردات صحيحة والمناهج الصحيحة قد تنتج في بعض الأحيان النتائج خاطئة لماذا لأن الذين يتعاملون مع هذه المناهج ما هم بمعصومين والذين استنتجوا هذه المناهج ما هم بمعصومين وإن كانت المعطيات الأصلية قد أخذت من المعصومين لا يمكن أن نتوقع من غير المعصوم أن يقدم لنا نتاجا معصوما في كل جهاته هذا أمر ليس منطقيا غير المعصوم لا يقدم لنا نتاجا معصوما فاخد الشيء لا يعطيه حتى وإن كان مستندا إلى معطيات معصومة وجئ بها من المعصومين المساحة التي يتدخل فيها عقله وجهده وفكره والأبعاد الذاتية لشخصيته ما هي بمعصومة فحينما يتدخل بهذه الجهات قطعا ما سينتجه لا يكون نتاجا معصوما المناهج الضالة في بعض الأحيان تعطينا مفردات صحيحة والمناهج المهتدية تعطينا في بعض الأحيان مفردات خاطئة لذا فإن البراءة والولاية ترتبطان بالمناهج نحن نتبرأ من المنهج لا نتبرأ من المفردات المفردات تكون خليطتان ما بين الصواب وما بين غير الصواب ونوالي المنهج نتبرأ من منهج الضلالة من منهج السقيفة من منهج حوزة النجاف ونوالي منهج العترة الطاهرة ربما في عملنا وتطبيقنا لمنهج العترة الطاهرة نستخرج في بعض الأحيان نتائج خاطئة وهذا أمر طبيعي جدا لأننا لسنا معصومين والمناهج الضالة أيضا منهج السقيفة بني ساعدة منهج السقيفة بني مرجعية بني نجف في بعض الأحيان يمكن أن تخرج لنا نتائج صحيحتان مشكلتنا ليست مع النتائج ومع المفردات المستخرجة منها من المناهج مشكلتنا مع المناهج مشكلتنا على سبيل المثال ليس مع كل المفردات التي وردت في صحيح البخاري مشكلتنا مع المنهج الذي عليه البخاري منهجه هو عقيدته عقيدة البخاري وما طبقه من فكره في كتابه الصحيح لكن هذا لا يعني أن كل كلمة في صحيح البخاري وأن كل رواية وأن كل حديث ليس صحيحا هناك من الأحاديث في صحيح البخاري موجودة في الكافي وغير الكافي بنفس الكلمات بنفس المفردات وهناك من الأحاديث موجودة في الكافي وغير الكافي بنفس المضامين وبنفس المعاني مشكلتنا ليست مع المفردات مشكلتنا ليست مع النتائج فحينما يتبنى المرجع سين أو المرجع سات يتبنى البراءة العاطفية والبراءة القولية ويظهر ويظهر اللعنة ويظهر البراءة العاطفية ويظهر البغضة لأعداء محمد وآل محمد هذه المفردات صحيحة لكن المنهج منهج خاطئ منهج عقيدة البراءة هذا ما هو بمنهج صحيح هذه براءة شيطانية هذه براءة منهدمة الأركان ولذا في ضوئها سيناصبون العداء لأولياء أهل البيت لأنهم يخالفون ذلك المرجع ذلك العجل البشري لأنه غاطس في قذارات النواصب المشكلة في المنهج وليست في المفردات فهذا المرجع يظهر البغضة لأعداء أهل البيت ويظهر اللعنة ويتحدث عن مطاعنهم لكنه على منهج الناصبي هو غاطس في المنهج العمري في تفسير القرآن يفسر القرآن وفقا للمنهج العمري وهو بذلك ناقض لبيعة الغدير يستنبط الأحكام وفقا لعلم أصول الفقه الشافعي ووفقا لمنهج البخاري في الأسانيد يستخرج عقائده تلك العقائد البتراء وفقا لقواعد علم الكلام المعتزلي فأية براءة هذه البراءة لا بد أن تكون من منهج هذا المرجع هذه براءة شيطانية هذا هو الذي ينتشر في واقعنا الشيعي هل هناك براءة رحمانية أنا لا أرى شيئا من هذا لأنني على الأقل بحدود معلوماتي لا أعرف مرجعا من مراجع الشيعة من مراجع النجفي من مراجع كربلا من مراجع قم لا أعرف مرجعا بحدود الطلاعي لا أعرف مرجعا عقيدته سليمة وفقا لموازين محمد وآل محمد الجميع عقائدهم أخذت وفقا لقواعد علم الكلام الناصبي واعتمدوا علم الرجال في تمييز الروايات فرفضوا ما رفضوا من الأحاديث التي هي أسس وأصول في عقيدة محمد وآل محمد واعتمدوا في فهمهم للنصوص لا على قواعد التفهيم عند محمد وآل محمد اعتمدوا على قواعد التفهيم التي جاءوا بها من الشافعي ومن فروع الشافعي ما هذا هو الذي يحدث في واقعنا الشيعي فأية براءة بعد ذلك وأية ولاية كل هذا ضحك على الذقون هذا منهج أعوار يذكرني هذا بذلك الرجل الذي قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إني أحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلانا وذكر أحد الذين قتلوا الزهراء صلوات الله عليها ألا لعنة الله عليه ذكر أحد الذين قتلوا الزهراء أما أني أحبك وأحب فلانا فماذا قال له أمير المؤمنين أما إنك هل أعوار أنت أعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر وفي غالب الأحيان هؤلاء العوران يصيبهم العمى خصوصا وأنا أتحدث عن العور العقائدي أصحاب العور العقائدي في الأعم الأغلب لا يوفقون للعقيدة السليمة وهذا ما لمسناه عبر التأريخ وعبر واقعنا المعاصر الذي نعايشه عاقبة العوران إلى العمى قال له أما أنك هل أعوار هؤلاء مراجع النجفي ومراجع كربلاء ومراجع قم عوران عوران في الجهة العقائدية لأنهم يبنون عقائدهم على معطيات تعود بهم إلى التمسك بعلم القنادري بعلم الرجال إلى التمسك بعلم الشياطين بعلم أصول الفقه وبعلم أصول الكلام أصول الدين يعودون إلى استعمال أسلوب البخاري في الأسانيد وفي طريقة تمييزه للروايات والأحاديث هكذا يفعلون فلا يبقون شيئا من منظومة عقائد أهل البيت في ضوء قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي ضوء أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم وفوق كل ذلك إنهم يفسرون القرآن وفقا لمنهج السقيفة بني ساعدة فأية عقيدة سيخرجون بها سيخرجون بقمامة من العقائد وهذا هو الذي ينتشر في الوسط الشيعي وفي الحوزات الشيعية هذه هي الحقيقة من الآخر والمشكلة بدأها الطوسي المشكلة بدأت من النجاف وتنتهي عند النجاف المشكلة بدأت منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي الشافعي المعتزلي المنحرف عن منهج العترة الطاهرة حينما أسس الحوزة الطوسية الشافعية المعتزلية المنحرفة عن منهج العترة الطاهرة إنها حوزة النجاف حوزة النجاف حوزة البلاء والضلال والجهالة والنفاق والتهارش على المرجعية كتهارش الكلاب على الجيف هذا هو التأريخ منذ أن أسس وإلى يومنا هذا إلى هذه اللحظة هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران الطبعة السادسة الجزء الأول في الصفحة الخمسين إنه الباب الذي عنوانه باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث السادس بسنده بسند الكليني عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا الإمام يتحدث مع بشير الدهان لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا الإمام يتحدث عن تفقه وفقا لمنهج العترة الطاهرة وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني مرجعية بني نجف وفقا لثقافة أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله عليهم لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة من أصحابنا إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه بثقافة العترة الطاهرة احتاج إليهم احتاج إلى النواصب يا بشير إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه كيف يستغنون بفقه العترة وهم قد نقضوا كل المعطيات الأحاديث التفسيرية أنكروها فلم يبق عندهم من تفسير للقرآن عن محمد وآل محمد فلجأوا إلى تفسير النواصب ففسروا القرآن وفقا لتفسيرهم ووفقا لمنهجهم للمنهج العمري جاءوا إلى أحاديث العقائد نسفوها اعتمادا على علم القنادر على علم الرجال وعلى طريقة البخاري في الأسانيد وقبول الروايات ورفضها هكذا فعلوا فدمروا الأحاديث فلم يبق شيء من أحاديث العقائد فلجأوا إلى علم الكلام الناصبي ورقعوا ما رقعوا لنا من منظومة عقائدية هزيلة استكثر أن أبصق عليها استكثر أن ألقي بها في المزبلة هذه المنظومة الخرقاء التي صنعوها لنا من قذارات عقولهم قذارات عقول مراجع النجف ومن قذارات علم الكلام الناصبي وحتى في الفتاوى وفي كل شيء فلم يبقوا شيئا من فقه محمد وآل محمد من علم محمد وآل محمد فكيف يستغنون بما أبقوه وهم ما أبقوا شيئا لقد أبعد من ساحة الثقافة الشيعية أكثر من 95% من معطيات ثقافة العترة من تفسيرهم ومن أحاديثهم أكثر من 95% قطعا لن يستغنوا بما بقي بأيديهم من المعطيات خصوصا وأنهم اختاروا الأحاديث التي تأتي منسجمة مع الذوق الناصبي التي قيلت في جو التقية أو في جو المدارات وتركوا الأحاديث الحقيقية لماذا تركوها شيء طبيعي حينما يأتون بميزان ناصبي فهل أن الميزان الناصبي في قبول الأخبار ورفضها سيجعلهم يقبلون الأخبار التي النواصب لا يريدونها شيء طبيعي من أن الذي سيبقى في أيديهم هو الذي لا يريده الأئمة أساسا والذي يريده الأئمة أساسا هم أنكروه وأبعدوه لذا اضطروا أن يذهبوا إلى النواصب فصاروا نواصبا هذه هي الحقيقة التي جرت في واقع حوزة النجف منذ أيام الطوسي الإمام الصادق يحذرنا من هذه المشكلة يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقه العلوي الذي بايع عليه في بيعة الغدير إذا لم يستغني بفقه أنكره احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم احتاج إلى النواصب أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم هذا هو الذي جرى يا معشر الشيعة هذا هو الذي جرى أئمتنا بينوا لنا شرحوا لنا حذرونا لكن ماذا نصنع لهؤلاء الحمير لآيات الله العظمى ماذا نصنع لحمير الشيطان هذا هو الذي فعلوه بأنفسهم وفعلوه بنا بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر مخاطبا أكثر مراجع الشيعة في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة إنها الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد وخاطب أكثر مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نقضوا بيعة الغدير وركضوا إلى العيون الكدرة القذرة هذا هو الذي يحذر منه إمامنا الصادق أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى من الكاف الشريف إمامنا الصادق يقول لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا لا يتفقه بفقه العترة الطاهرة يا بشير يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقه الذي أخذه من العترة الطاهرة الذي بايع عليه في بيعة الغدير إذا لم يستغني بفقه إحتاج إليهم إحتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم ورجع إلى عيونهم الكدرة القذرة النجسة أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم وفي الحقيقة هو أدخل نفسه النواصب ما هم بحاجة إلى مراجع الشيعة ولا دفعوا لهم أموالا وقالوا لهم أقبلوا هم ركضوا باتجاه النواصب هم يدفعون الأموال في خدمة النواصب اذهبوا إلى بيوت مراجع النجر وتفحصوا في مكتباتهم ستجدون أن عدد كتب النواصب في مكتباتهم أكثر بكثير من كتب حديث أهل البيت وستجدون كتب النواصب ليس عليها غبار وتجدون كتب حديث أهل البيت قد اجتمع عليها الغبار لأنهم لا يقرؤون فيها يقرؤون في كتب النواصب هذا الكلام لا أقوله خيالا إنني أقوله عن ملامسة للواقع في بيوت أصحاب العمائم وفي مكتباتهم وفي مكاتبهم يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقه بفقه العترة احتاج إليهم احتاج إلى النواصب فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم وبعد ذلك يأتينا يريد أن يظهر البراءة باللسان أو بالعاطفة والحمير من أتباعه سيعادون الشيعة الذين ينتقدون هذا الحمار الناصبية الشيطان هذا هو واقعنا الذي يجري فيما بيننا أعتقد أن الأمر صار واضحا هناك براءة رحمانية نظريا نستطيع أن نتحدث عنها عمليا لا وجود لها في الواقع الشيعي البراءة الموجودة في الواقع الشيعي براءة شيطانية ما هي ببراءة رحمانية نذهب إلى فاصل